طيب حد عنده أي استفسارات في الجزء اللي فات قبل ما نبدأ جزء جديد ما فيش أي استفسارات جمعة طيب الناس وصلنا الصوت كويس تمام يا دكتور صميم طيب طيب هو طبعا الانترودكشن الطويلة دي الغرض منها أننا أريلك بس اللي إحنا داخلين على إيه يعني سواء كان بتكلم على التخصص ككل أو بتكلم على المادة بتاعت عشان نعرف بس مدخل المدخل موضوع عامل إزاي هو دلوقتي فيه زي ثلاثة كده هتكلم على واحد منهم بالتفصيل وبعد كده هتكلم على الحاصة بال الـ 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 زي ما قلنا فيه ابيليكيشن كتيرة ممكن تتعمل بـ الـ زي موضوع الـ اللي كلمت عنه اللي كانت البداية بتاعته في العملات العسكرية وتوجيه السباريخ ده كمان ممكن أن انا أعمل الـ الـ الطائرات العادية بقى المدنية مش الحربية عشان أقل الضيز اللي بيتم ممكن استخدم الـ الـ في الـ 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 لنوع من الغاز الـ فيه أبليكيشن كتير قيداً ممكن نحن نعملها بـ الـ 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 ماليش نقول الصوت تاني بس وقت تفضل سامعك تفضل هو الصوت قطع عندك دلوقتي نشوف زي اكزامبل ازاي بنفكر آآ من وجهة نظر الـ 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 الاكزامبل ده بيتكلم على آآ آآ الـ مزاد خاص بالعربيات المزاد ده بيبيع عربيات مستعملة آآ هحكي لك القصة بتاعة المزاد هو ده اللي احنا مسميه الـ 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 الخاص بالـ الـ اللي انا بتكلم عنه آآ 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 شنير اللي هو الشخص صاحب المزاد يعني has developed a simple mathematical model والسعر هبدأ بالكام وتبدأ الناس تعمل مزايدات بعد جد استنشيلي الـ وفي حد بس بيكلم أنا مساما حد بيسأل حاجة آآ خلو بس الأسئلة حلو بس آآ هنخللي بس الأسئلة فيه أما خلص بس الجزية دي عشان الظاهر لأنا لازم أعمل ريستارت لـ الكمبيوتر فلو فيه حاجة بس مش واضحة لو الصوت مش واضح حاجة مش واضحة حد بس يكتب لي على آآ الجروب بتاع الواتساب أنا فاتح الجروب اهو عشان لو فيه بس حاجة مش واضحة نبقوا مع بعض من إيه من آآ البداية فأنا بقول اللي قاتي هو الراجل ده بتاع المزاد حدد أن السعر اللي هيبدأ به المزاد بساوي سبعين في المية من الفاينال برايس اللي هو متوقع يبيبين أنا متوقع العربية دي في الآخر هتتباع بمئة ألف يبقى أنا لما هبدأ المزاد هضرب بمئة ألف في سبعين في المية يديني سبعين ألف يبقى أنا هبدأ المزاد بسبعين ألف على أساس ناترس في الآخر العالمي فمنون هيبريدكتس زوينينج بيت أوكي حد بيقول الصوت واضح ما فيه مش مشاكل هو بس تقريبا أنا مش بسمعكو كويس فمنون هيبريدكت زوينينج بيت باي ستارتين وذذكار's original selling price هو بيبدأ إيه العربية دي وهي جديدة تمنها كان ويبدأ يقلل من السعر ده وهي جديدة حكتين واحد مبني على عمر العربية and the other based on the card's mileage فاهمين الفكرة إيه؟ هو بيبدأ دلوقتي بيشوف العربية دي لغة جديدة بتتبع بكام دلوقتي خلاص؟ ويبدأ يعمل two deductions خاص مين؟ خاص مخاص بعمر العربية يعني العربية دي عمرها خمس سنين غير ستة سنين غير عشرة والحاجة الثانية الميليج اللي هي ماشية العربية العربية ماشية كم ميل أو كم كيلو هو حدد أن الage deduction is 800$ per year كل ما يفوت على العربية سنة بيقلل من سعرها 800$ ده المبدأ اللي هو ماشي بيه أو الconcept اللي هو ماشي بيه and the mileage deduction is 0.025$ per mile على كل ميل ماشية العربية بيقسم 25000$ يعني حوالي اتنين ونص دولار كده على الـ لا هي 25 يعني حوالي تقدر تقول ثلاثة من مية من الدولار يعني ثلاثة سنت خلاص؟ حوالي ثلاثة سنت تقريباً لكل ميل حسب بقى هي ماشية كم ميل مئة ألف ميل عشر تلاف ميل and so on يبقى دول ايه؟ ده الconcept اللي الرجل ده بيفكر فيه يبقى هو بيفكر كالآتي هو لو عايز سعر العربية يبقى مبلغ معين في الآخر بيبدأ البد اللي هو عرض المزاد يعني بسعر يساوي 70% من السعر النهاية طب السعر النهاية ده بيحسبه ازاي؟ بيحسبه بالطريقة دي بيشوف سعر العربية كام دلوقتي وهي جديدة ويبدأ يخصم حقتين يخصم 800$ على كل سنة فاتت من عمر العربية ويخصم 25 من ألف من الدولار يعني حوالي 2 سنت ونص على كل ميل ماشية العربية ده الconcept اللي الراجل بيفكر ريه انا عايز اتركه الكلام ده في الآخر الى ماسماتيكا الماضل اي ده هو حاجة بسيطة ده حاجة بسيطة طعم فيه طب تعال نشوف المعلومات اللي عندنين طب المطلوب بقولك develop the mathematical model that will give the starting bid يبقى انا هدفي ان انا احدد ال starting bid اللي هنسميه البي for a car in terms of the car's original price سعر العربية وهي جديدة كام current age عمر العربية بالسنين and the mileage ماشية كام ميل طب تعال كده نشوف لو انا هفكر الكلام ده ماسماتيكا دي ازاي اترجم the verbal statement اللي تقال الصفحة اللي فاتت دي اترجمه في شكل معضلات رياضية طب بس كده معا ال expected winning bid اللي هو السعر اللي هو متوقع يبيه العربية بيساوي ايه انا بيساوي سعر العربية وهي جديدة اللي هو ال P خلاص ناقص عمر العربية في 800 دولار لانه هيقلل من سعر العربية 800 دولار عن كل سنة يبقى ال P-800 في الايه اللي ايه اللي هو الاجبت العربية minus هيقلل عن كل ميل ماشية العربية 0.025 دولار يبقى minus 0.025 M اللي هو الميلتش يبقى يديك في الاخر ايه السعر النهائي اللي هتتباعه في العربية في الاوكشن في مازاد اذا نقدر نقول دلاتي قيمة ال P اللي انا عايز هو عايز نحدد له ال P اللي هو ال starting bid بداية المازاد يبدأه بكام فمدون the entire model is ال P هتساوي ايه هتساوي 70% ل 0.7 من ال expected winning bid ال winning bid اللي هو السعر النهائي او ده السعر المفروض تدع به العربية اللي هو ال P minus 800 في ال A minus 0.025 في ال M اللي هي الميلتش اذا لما تلقى اعوض عن الكلام ده يبقى ال betting price اللي هو هتدأ به هو 0.7 مضروه في ال P minus 800 A minus 0.025 M فوق الكلام ده يعني اضرب الكلام ده ويفوق هيطلع لك 0.7 P minus اما تضرب ال 0.7 في 800 تطلع لها 65 A وال 0.7 اضربه في 0.025 يطلع لك 0.0175 في ال A في ال M يبقى دي كده انا ترجمت ده باوريك ازاي تترجم الكلام الى معادلات هو دي فكرة الماضلين بس ده طبعا حاجة ايه بسيطة هنشوف ازاي تنتدرب على حاجات اكبر واقصر تعقيدا من كده عشان نفهم اللوجك ماشي ازاي ازا هو ده في الاخر اها الماضل اللي الراجل ده هيستخدمه عشان يحدد بتاعه اللي هو بي بتساوي 0.5 0.7P مينس 560A مينس 0.015 1.075 في ال M طيب دلوقتي ما اشتركه من الوقت بقصير سيكلين خاص الضرب خاص الضرب 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 ثم الضرب 0.7 في 0.025 يعني فكت الضرب وضعتها إلى الضرب الضرب ده ده يطلع لك 0.0175 إبه ده الموضل اللي أنا هستخدمه عشان نحسب اللي هو السعر اللي تبدأ به المزاد في المزاد ده أنا تطبيق على الكهرباء فابيقولي يعني عربية عمرها أربع سنين يعني الموضل اللي بتاعها فات عليه أربع سنين إذن الـ age اللي هو ليه بيساو أربعة ده الموضل ماشية ستين ألف ميل ومعناك في أمريكا بيحسوها بالميل مش بالكيلو متر زي عندنا فـ 60,000 ميل اللي هو العداد مثل العربية يعني العربية عمرها أربع سنين ومشي ستين ألف ميل وهتتطيرد في المزاد اللي بيبيع العربية المستعملة فاضل يبقى أنا كده عندي الـ age اللي هو الـ age بيساوي أربع سنين وعند الـ M اللي هي المايلج بتساوي ستين ألف تمام؟ فضل السعر العربية الإوريجنال وهي جديدة تمامها كام بوليت الإوريجنال برايس كان 12,500 دولار السعر العربية وهي جديدة 12,500 دولار اللي هي أصل على الباكت كده عنده What is starting bed اللي هي قيمة البي Should the auctioneer require الاكشناير اللي هو الشخص بتاع المزاد أو صاحب المزاد ده هيبدأ المزاد بكام اللي هي قيمة البي اللي تفاعل عليها من شوية المعادلة بتاعت ال auction price أنا بيساوي بيساوي 0.7 مضروبة في قيمة العربية دلوقتي قيمة العربية اللي هي سعرها الأصلي تشيل منه القيمة بتاعت والقيمة بتاعت الميلج يبقى دي عبارة عن 0.7 مضروبة في سعر العربية اللي هي 12500 مينس ال 560 اللي قلنا عليها قبل كده فيه 4 دي سوابت بقى ال 560 وال 0.7 وال 0.0157 دي حسب نها سوابت أنا كل اللي عملته شلت ال P وحطيت قيمة وشلت ال E حطيت 4 وشلت ال M وحطيت 60000 يطلع لك في النهاية قادي 5460 يبقى الراجل ده لما يجي يعلن عند العربية دي في المزاد هيبدأ العرض بتاعه ب 546 وتبدأ بقى الناس تزاود لغاية ما يوصل لأعلى سعر ويبقى بأعلى سعر في المزاد قادي دي الفكرة دي طريقة التفكير ماسماتيكالي إزاي يبقى أنا حولت هنا الverbal statement بتاع الموضوع اللي هو situation اللي الراجل ده بيفكر فيه هو situation بتاعه عايز يحدد starting bed price يعني السعر اللي هيبدأ به المزاد starting cam هو ده situation situation ترجمناه في شكل verbal statement اللي هو الصفحة دي كلها هو ده الverbal statement بتاع الproblem اللي هي problem statement بعد كده ترجمت الكلام ده الى model هو ده الموضل وقادي طبقنا الموضل عشان نجيب solution العربية معينة وهكذا أي عربية بقى لازم تكون عارف الage بتاعها دي قيمة الايه والmileage اللي هي الام ويه الprice اللي هو ال-P عوض الكلام ده في الـ equation او الموضل اللي احنا عملناه يديك اللي هي starting price فهمنا كده الفكرة بتاعك الموضل البسيط ده دكتور معلشي ممكن بس المعدلة الاصلية المفروض ان انا حقول الprice بيساوي ال-A ناقص ال-M ناقص ال-B تمام كده طيب كده انا جبت الاتناشر ده لا ده ال-expecting winning bed يعني ده انت متوقعت بيه العربية بكم في الآخر تمام ده ده السعر اللي انا بيه العربية في الآخر خلاص نباره عن سعر العربية دلوقتي ناقص ال-Discounts اللي انا عملته ده 800 دولار عن كل سنة و-025 دولار عن كل عن كل ميل ده اللي انا متوقع بيه مش ده المطلوب ده المطلوب اطلق اجيب السعر اللي هبدأ بيه المزاد عشان اوصل للسعر ده في الآخر فانت عشان توصل للسعر ده في الآخر خلاص المفروض ان انا ابدأ يعني هنا عشان تحسب بالمعارضة دي اللي هي الجزء ده هاخد 12,000 12,500 شيل منها 800 فيه 4 شيل منها 0.025 فيه 60,000 يديك السعر النهائي اللي هبيع به المزاد فانت عشان توصل للسعر النهائي ده في المزاد لازم تبدأ المزاد المفروض العربية دي هتتباع بكم في المزاد في الآخر هو ده يعني المعادلة دي هتديك السعر اللي العربية دي هتتباع فيه في الآخر بكم هتطبع لك الكلام ده على المعادلة اللي هي قدامي دي ادي 12,500 ده اللي هي قيمة P خلاص 12,500 ده قيمة P minus 800 P 4 اللي هو عمر العربية minus 025 في 60,000 العربية دي هتتباع كم في الآخر ب7,800 دولار يعني العربية اللي أنا بتكلم عنها دي هتتباع في المزاد ب7,800 أمريل 65,60 ده اللي أنا هبدأ بالمزاد يعني أنا عشان أفتح المزاد أفتحه بيه 5,360 طب العربية دي هتتباع بكم في الآخر هتتباع ب7,800 دي الفكرة يبقى الفكرة إننا الموضل هدفي أحدد ل start bidding price فالstart bidding price هو 5,360 طب الشعر النهائي اللي هتتباع بيه العربية 7,800 جيم نين أو ده السعر النهائي اللي هتتباع بيه العربية ده expecting winning bid ده أنا متوقع المزاد أو العرض اللي هيكسب المزاد بيه 7,000 ده متوقع إنه هو يكسب المزاد بالسعر ده طبعا عشان أوصل للسعر 7,800 هبدأ المزاد بتاع كان هتبدأ ب 5,460 فيمت كده اللاجك بتاع الموضوع تمام هدى عنده أي استفسار بالكلام ده دكتور معلش هو إيه الفرق ما بين السعر النهائي والسعر اللي هدأ به يعني إزاي وصل لعلاقة ما بين السعرين الخمس تار ربعمية وستين والسعر النهائي اللي هيبيع عليه 7,800 هو في البداية حدد يعني تلاحظ إيه الخمس تار ربعمية وستين دي بتساوي كم في المية ما بين 7,800 70 في المية الشهو القنسبت اللي أنا بدأت به إن هو قال لي بيبيع دايما بسعر الطير هنا في الصباح دي بيقولك إن هو دايما القنسبت بتاعه بيبدأ بسعر في المزاد بسعر يساوي 70% من السعر اللي هو متوقع يبيعه يعني مثلا بالأول بتوقع عن هذا زباية العربية دي بكام أنا كراجل بقى خبير في العربيات المستعملة أنا شايف العربية دي تجيب 100000 جنيه خلاص طب ده مزاد يبقى هايبدأ المزاد بكام هو حاطط لنفسه يبدأ المزاد ب70% من السعر اللي هو متوقع إن العربية هتتباع بيه فأنا متوقع العربية دي اللي هي عمرها 4 سنين اللي هي كذا دي هتتباع ب100000 يبقى أنا هبدأ المزاد بكام ب70000 ده اللاجيك اللي هو بيفقر فيه فيه من كده طب 70% من من السعر العربية اللي أنا متوقع بيع به طب هو بيقيم العربية المستعملة دي هيبيحها بكام عامل لنفسه معادلة اللي هي دي بي ماينس 800 ايه ماينس 25 من 1000 في الام اللي هي السعر اللي هي قيمة العربية المستعملة اللي هي عمرها ايه والمال اللي بتاعها ام قادي هو ده السعر قادي المعادلة ده اللوجيك أنا ترجمت اللوجيك ببراك رفيف شكل معادلة اهو طيب السعر ده ضربته ب70% يعني المعادلة دي ضربتها ب70% عشان يديني اللي بي يبقى أنا العربية اللي هي بالمواصفات المحددة اللي عمرها 4 سنية ماشا 60 ألف ميل وسعرها 12500 خلاص دي هتتدعى بكام المفروض تدعى ب7800 70% من ال7800 كام هو ال5600 جبناها من هنا هون طبعنا في الموضل اللي احنا عملناه فالموضل لازم يعكس السيستم يعني المعادلات اللي ترجمتها لك دي لازم تعكس اللي الراجل بيفكر فيه ويقول اللي بالموضل الغلط يعني هاو تجربت دي ده تستو أنا تجربت على رقم لقيت فعلا الاد البرايس طلع 5600 دي بتساوي 70% من السعر النهائي اللي هتتتبع به العربية السعر اللي هتتتبع به العربية اللي هو المعادلة دي عوض في المعادلة دي بقيمة الA والM يطلع لك العربية اللي هتتتبع ب7 نهية الموضل ده بيترجم اللي أنا بفكر فيه عارب بقى لو طلعت رقم غير ده ومش بيساوي 70% من السبعة وامنمية يبقى فيها غلط يبقى الموضل مش مزبوط عشان كده لازم نتست الموضل على حاجات بسيطة اتقام بسيط عملنا تست الموضل طلع الموضل صح جربوا على اي حاجة جربوا على اي حاجة هيشتغل مش فولك لان فيه من كده الفكرة دكتور يعني كده السبعة 800 دولار 100% من السعر اللي أنا قريدي متوقع ان العربية تتباع بي صح كده بالظبط السبعة 800 ده السعر النهائي اللي هي 100% من السعر اللي أنا متوقع تباع فيه السعر العربية وهي جديدة بالظبط العربية وهي جديدة 18500 العربية بعد 4 سنين وتمشي 60 ألف المفروض قيمتها 7800 ده القيمة اللي هيبيعها بيه في المزاد طبعا عشان المزاد يرسي على الرقم ده هنبدأ العرض بكام هنبدأه 5460 وهنتني مين يزود مين يزود وصلنا لل 7800 قوله يلا شير لسه ما وصلتش هتقول لا هتبدأ تزود لغاية ما توصل للسعر انت عايز عديته ماشي انت الكسبة يعني الراجل صاحب المزاد هو الكسبة كلما تتبع بسعر أعلى كلما هياخد عمولة أكتر ده ده اللاجل بتاع المزادات مهم لكده ممكن واحدة شبهها برضو عشان ما عارس نطبع عليها تاني عشان نطلخ بطة شوي يعني لو واحدة شبهها كده بأرقام تانية معلش نحاول نعملها من الأول أرقام أرقام تاني حاضر هادي هنفتح البوردة اللي بكتب فيه وهندي مثال على نفس الموضوع أنا هندي مثال تاني على العربية بقى ده بشوية خلاص هنفترض مثلا ان عربية ماشي سبع سنين يعني عمرها سبع سنين ده عمر العربية ده اللي هو بتاع العربية سبين ييرز خلاص وهنفترض ان المالج بتاعة العربية دي نفترض ماشية سبعين ألف كيلو بفترض انها كانت بتمشي عشرة كيلو في السن أو عشرة مالطة خلاص يبقى هنا هنفترض ان العربية دي بتاعها ده اللي هو ال ا بيساوي سبين ييرز خلاص والمالج نفترض ان هي ماشية سبعين ألف كيلو وسبعين ألف ميل طبعا احنا هنا بالميل خلاص وهفترض ان البرايس بتاع العربية دي وهي جديدة اللي هي نيو كار اللي هو النوع ده بالموضيل ده باللون ده بالقصص دي كلها نفترض ان هي بتتباع بمئة ألف خلاص يبقى ده سعر العربية الحالي طب اذا هنا عايزة حدد فاكتين للراجب ده عايزة حدد له ال اللي هي هتتباع بي ال صعيش يعني هتتدعب كام على حال هذا اللي عمره سبع سنين ومشي سبعين ألف ميل المفروض وفقا اللي المعادلة اللي احنا عبارة عن التايس ماينس ثلانمية اي ماينس بوينت زيرو تو فايف ام اعوض في الكلام ده اعتقد هتطلع باتنين واتسين الف ستمائة وخمسين هنحسب 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 اللي هو متوقع النهيات تباع بي اه يبقى هنا ميت الف مينس ثم مية مضروف في سبع سنين الهو الاج مينس بوينت زيرو تو فايف مضروف في الميلج سبعين الف هحسب لكو دي على طول بالكالكولاتور في دي اه اتنين واتسعين الف كم ستمائة وخمسين ستمائة وخمسين اه تمام هنحسب صح هفترض انك سبتك صح يبقى يبقى انا المفروض العربية دي هتتباع في المزاد باثنين واتسعين الف ستمائة وخمسين ده اللي الراجل راسم عليه هتتباع بكت طبعا انا عشان ابيحها بالسعر ده تمام المفروض ابدأ العرض بكام اضرب الرقم ده سبعين في المي بس يبقى لما اضرب الرقم ده سبعين في المي كنا اعط في المعاطل التاني يعني اضرب الرقم ده سبعين في المي اهو اللي اضربت فيه يطلع كم ده بداية اللي ايه الارض اربعة وستين الف تمنمية خمسة 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 حيلو يبقى ده ده العربية دي يلا جماعة المزاد بدأتنا اربعة وستين الف تمنمية خمسة خمسة مين يزود مين يزود هتتضع بكام في الاخر اتنين وتسعة الف تسمية خمسة الرقم ده اقدر يجيبولك بالمعاطلة التانية اهو تعال كده جرب المعاطلة التانية اللي هي بقى البي بيساوي 0.7 مضروبة في المعاطلة كلها يديك نفس الرقم لازم الماسماتيك كده لازم تجيبلك نفس الرقم وهو الموضو اللي احنا عملنا لل start bidding price دول بي قلنا بيساوي 0.7 في ال price 65 في ال minus 0.0175 او 2.5 تقريبا في ال اهو الام اها دي المعاطلة بتاعتنا اهي ارجع لها التاني اها 0.0175 صح كده اضرب العوض بالمعاطلة اهو يبقى 0.7 ما اضربه في ال price العربية اللي هو 100000 ناقص 560 ما اضربه في عمر العربية 7 سنين ناقص 0.0175 ما اضربه في الما نفتع العربية 70000 يحسب دي لازم يطلع لقى الرقم اللي جبناه من شوية اللي هو 62000 وشوية ده اها المعادلة دي سفتة للرقم لازم تطلع الرقم هو اللي جبناه اللي كان مش اي مزاد المزاد اللي بيفكر بالطرق هو الفكرة ايه اللي انا عزو وصلا ازاي تترجم الكلام الى مضل انا ترجم تلك الكلام الى مضل اتطلع المفوض 64000 855 64000 855 اه 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 بالطريق 64000 855 اه 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 هو ده البيدي price يبقى هو الفكرة ايه ازاي نترجم الكلام الى ماسماتيك الماضل ده كلام بسيط ترجم لا في شكل معادلة هل كل مزاد شغال كده لا طبعا لو المزاد شغال بالطرقة دي اه 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 افرد المزاد بيفكر بالطرقة تانية مختلفة يبقى ترجمة المعادلات هيبقى بطرقة الى ماسماتيك الماضل هنبدرب عليها كتير النهاردة هدى عنده اي استفسار في الجزء دي جمعا لأ كده وضحي ربط طيب هنا بص بقى هوا الماضل is based on what الصامش اول الصامش ان السعر العربية بيتحدد دي كام عامل ثلاثة ال original price المالج وال ايجي بقى العربية مااخدناش بقى في الاعتبار بقى ال condition في العز تزاود بقى الراريتي النضرة بتاعت العربية النوعية دي نادرة مش موجودة واي اثر فاكتورز بقى معمول لها رشة جوه عارفين انتو بقى الحاجات بقى التانية رشة جوه ورشة برا وحالة العربية معوك العربية سنة بقى 4 سنين وحالتها من ايلا وفيها عربية بقى 20 سنة وحالتها نضيفة فكل ده مااخدناش في الاعتبار لكن لو مازاد تاني بيفكر كده بتاع الموديلينج بيتم ايه بيتم الساق هنتضرب على الكلام ده كتير ان شاء الله ده ايجزامبل تاني مش هناخده يعني ده برضو طريقة للتفكير هنتكلم على طور التفكير ده كتير جدا عشان بس من ضيعت وقت في كتير ده الموديل تاني هنتكلم عنه يام قوي في الشابتر اللي جاي ان شاء الله عندي وعندي الموديل ده هنتكلم فيه كتير بعد شوية ده الموديل وفي الاخر الاوتبوت هتديك المستخدمة والقيمة بتاعت النهائي ده كان اكزامبل تاني مش لازم حتى تير يعني فيش مشكلة عايز عندك وقت وعايز تبقى تير الاكزامبل ده رغم فيش مشكلة ده اكزامبل غير اللي فات بيتكلم على شركة بتاعت المأولات خلاص وعايز تبني زي مجموعة من المباني ويجاب لك ادي التكاليف بتاعت الشركة ده مرتب مرتبات مرتبات التكاليف ويجاب لك شوية اسئلة كده عشان تفهم اللاجك بتاع الموديلينج بيتام ازا فدي برضو ايه انا اكتف بيه المثال الاولاني كنوع من التفكير في الموديلز مش اكتر مكتر لان احنا هناخد applications كتير على الموديل ونضرب على الجزء تاع الفن هو ده الارت يعني اللي انا عملته من شوية بالالكزامبل ده ده الارت بتاع الوبيش من سيرش الارت وموديل ازاي كده لما عوضتلك بالارقام بينتلك ان الموديل ده فعلا صح بيترجم اللي الراجل بيفكر فيه هو راجل انا بيفكر كده امتلك خطة الطرية اللي بيفكر فيها دي الكلام اللي بقوله الراجل هو ده situation يعني الاكشنير ده صاحب المزاد ده situation الصفحة اللي كانت موجودة من شوية ده الverbal statement وبعدين الموديل ده التفكير حد عنده اي استفسار في الكلام دائما دكتور يعني في خطوات كده انا بالنسبة لي لما يجيلي اي situation نمرة واحد بحدد الهدف الرئيسي نمرة اثنين بحط constraint نمرة ثلاثة بعمله function اربعة بطلع output بالترتيب صح كده اه 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 طبعلك انا الكلام على linear programming كل الخطوات دي طبعلك على linear programming بالتفسير تمام لكن هو ما بيخرج عن ال انت عود تمام شكرا ده بعض success stories لاستخدامات operations research ليس كده الشركات ده طبعا ال application areas اللي طبقوا فيها strategic planning supply chain management pricing and revenue management logistics and site location optimization marketing research كل دي ال OR بستخدم في kalenda scheduling portfolio management inventory analysis forecasting sales analysis auctioning زي ما شفنا من شوية risk analysis كل دي area of applications بص بقى examples اول شركة اللي British telecom ال British telecom دي طبقة ال operations research model عشان تعمل schedule لل workforce force لا اكتر من 40 الف field engineer يعني الشركة دي بيشتغل فيها اكتر من 40 الف engineer فانت عشان تعمل work scheduling ليه 40 الف engineer محتاج model حجمه ضخم جدا ومحتاج software يحل لك model ده فلما طبعوا operations research في model ده الشركة دي وفارت في التكاليف 150 مليون دولار سنويا من الفترة من 97 ل1000 لما طبعوا operations research model التكاليف بتاعتهم قلت سنويا خلال الثلاث سنين دول ب150 مليون دولار ده نتيكة بس لاستخدام operations research وهم كانوا بروجيكت ان يوفروا لغاية 250 مليون في السنوات اللي اللحق تمام طعم نيجي شركة سيرز شركة سيرز دي بتبيع عدد وادوات وكلام من ده برضو دي موجودة في امريكا خلاص فدي استخدمة operations research في ايه عشان يعمل اللي بتوصل للطلبات عشان يحدد الروتز يروح عنه مدينة قبل مين يعني مثلا في ولاية معينة الولاية مدينة سيتس كتيرة وشوارع كتيرة فانت لاجي لك orders وطالع يوصل يروح عند مين قبل ميد يعني ترتب له كده السيكونس اللي هيروح به على مدار السنة وفره دي في الكلام ده 42 مليون دولار نتيجة لاستخدام دي طبعا فيه طرق في الوبرش اسمها الورك سكيدورينج انا هوري لك اجزامبل للينيا في الورك سكيدورينج خلاص هوريك اجزامبل على الكلام ده البيكل روتينج دي فيه الطريقة بتاعة دي هتدرسها في المادة اللي اسمها نيتورك اناليسز ضمن المواد اللي هتفيسوها في التخصص ما نيتورك اناليسز بيتكلم على حاجات اللي زي كده فهوريك ازاي تعمل الكلام ده فده التوفير بتاع شركة سياز شركة اليو بي اس ويو اس بي اس دي شركات بتاعة بريد الشركة الاولينية وفرت 87 مليون دولار 80 مليون دولار في الفترات اللي ايه اللاحقة الشركة التانية اليو اس بي اس دي وفرت دي بصف التكارير 500 مليون دولار يعني نص مليار نص مليار نتيجة لاستخدام ال عشان يعمل ال اللي اللي عنده الشركات حجمها ضخمة جدا يعني رأس مالها مليارات فلما توفر نص مليار فده حاجة دي بعض الويب سايت اللي فيها برضو ساكسسفول ستوريز الخاصة بالاوبريشنز ريسيرش اللي عايز تبص عليها شركة اير نيوزيلاند شركة نيوزيلاند بتلتاران اي تي ان تي نيتورك البانك هابوليم البراتش تيلي كومينيكيشنز الكنيدي الپاسيفيك ريالويز الكونتينينتل ايرلاينز شركة تاراند امريكية دي والفا دي احد الشركات كل دول استقدموا الابريشنز ريسيرش وهتلاقي بقى قصة النجاح بتاعتهم اللي حققوها من الكلام ده موجودة اه في اعمل بس سيرش على الكلام ده هتلاقي الكلام ده موجودة على انت شركة فورد جنرال موتورز اي بي ام اه وهكذا دي دي شركات موجودة في شركة فرنسية جان دي ويت اه دي اه شركة انتاج يعني خلاص فدي استخدمتها في البروداكشن بلانينج انسون تركة مارس وهكذا دي ايه شركات استخدمة الكلام ده وقصص حياتها موجودة على الانترنت في المواقع دي المواقع ده برضو في حاجات كتيرة على الساينس اف بيتر الساينس بيتر دوت ارغ هتخش فيها تلاقي الساكسيس المختلفة ودي كيس للشركات مثلا شركة الانتر كونتينتل استخدمت الكلام ده ازاي كيس تاني خاصة بشركة ميرل لانش انتاج وككيس استادية ونبسي وشركة فورد موتر والبروكتور انتجامبل برضو استخدموا الكلام ده دي كل دي كيس موجود انا عندي كتاب مليان كيس عن الكلام ده فممكن برضه بحضركم الكلام ده على الجروب ان شاء الله هادي ايه الامريكان ايرلاينس ككيس دي كيس بسم غير ارقام هي عملته يعني في ال ده كده الانتروداكشن الخاصة بال الانتروداكشن ريسيرش فهل حد عنده اي استفسار في الكلام ده جما كان الانتروداكشن كده عن الموضوع اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله دكتور هي دي كيس لشركات طبقة الور وبعد كده هنصل لها في الناس بالنسبة الوبرائشن بتاعها صح دي بس كيس كده عمومية صح اعا تمام تمام هو المواقع اللي بقول لك عليها دي دي شركات استخدمت بقى هيقول لك استخدمتها في وفارة كام ده غير شوية لانا ارتهم لانا ارتهم طول جزء وفيه شركات اخرى كتيرة شركات عالمية كلها طبقت برضو وبيوري لك قديه حقاقة وفر او قديه حقاقة مكاسب نتيجة لتطبيق بتاع الابريشن ريس حد عنده اي استفسار تاني جماع بعد تمام هلا شكرا أغسام شكرا سأعط لي شكرا علاق مشاهد انتضنا شكرا هلا 對 初